السلام عليكم و اشترككم و اشتركوا في القناة و هذا الفيديو تلقاكم بأحسن احوال مرحبا بكم في القناة فيديو جيدا هذا الفيديو اليوم ستكون في فرنسا اذا كنتوا اول مرة تزوروها اشتركوا فيها و فعلوا الجارس بشيئ لكم جديد و مرحبا بكم و لا تنسونيش بجام باش تتلع الفيديو وتتشاف عند اكبر من الناس اليوم ان شاء الله سنجدكم اكتما في سلب الموضوع و ان شاء الله الفيديو نحاول انها لا تدبسيش 10 دقائق حكاك باش تكون ملخص وتكون المعلومات ان شاء الله ستستفدوك منها اليوم برونو لمر الوزير تلع الاقتصاد كان اهدر في سربيه فان تيفيه و جاوب على بعض الاسئلة اللي اثارت تجاهنا في فرنسا كما ادرت الفيديو تلع بارح كنت لكم بليك بعض الاسئلة يحلوا رغم انه كان الاسئلة يحلوا المهم هو اجال اليوم و جاوب على بزاف الاسئلة و دار تصريحات و اول حاجة انهم سيقفلوا كامل كما كنتظروا في كارفوغ يحلوا غير المواد الغذائية يحلوا غير لريون اللي تكون فيها المواد الغذائية غير المواد الاساسية اللي يحلوها اما لريون بالاسئلة ويستطيع التقفلها وقال بلك أنه الحشية تسعة بسرعة فهذا سيضار الوزير ويقوم بإمكانك تضيحات أكثر على فرنسا وثاني طلب من الشعب الفرنسي أنه أنه يساعد هذا المتجر الصغار أنهم يساعدهم بكما نقول لزعجة سواء تعيدوا في تليفون مثلا نعطيكم مثال مثلا كما نقولوا تشرو تشرو تخيروا هذا الأرتيك اللي راكم حابين تشرو مثلا كما نقولوا تخيروا تخيروا هذا تريكو تخيروا هذا الأطاة وتسيلكسيون كامل وتروحوا لهذه المجازات تبقى متوحة ولكن تروحوا غير تخلصوا تخيروا 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 يطلب من الشعب الفرنسي أن يعزز هذا الشراء من هذا المجازن وقال ثاني أنه ابتداء من نهار الثنين إن شاء الله راح يكون كبير على السوبرمارشي راح يكون راح يأسوا يعني في الدخلاء راح يكونوا كما تكون في المولاني راح يكونوا عساسين راح يدخلوا غير دي بتي غروب ما راح يدخلوا كامل دنكو لأن نلاحظوا أن عندما في السوبرمارشي ما هوش ما هوش ما هوش ما همش مطبقين ملاح ملاح لم يجروا سيكوريتي هادوما وطاع ماشي يقلوا من الفيروس يعني الناس راح يدخله وخرجع في هادوما إما ابتداء من نهار الثنين راح يكون راح يكون راح يكون عدد اللي يدخلوا راح يحسبوا العدد اللي يدخلوا ولازم في الغيون تكون مسافة تعميترا ما بين شخص وشخص آخر وركز وقال أنه لازم أنها يكون العدد اللي يدخلوا مع هذو ما اللي بتيت مجازان لأنه راكم عارفين ذوكا هي لبيريوت تعنوال ونوال الفرنسيين يشرووا بزاف يشرووا 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 المنابيس كهادية يشرووا يشرووا اللي بيها هذو ما اللي بتيت كوميرس يعني يعني هذو ما اللي بتيت كوميرس هذو ما أنه راح يكون مساعدات يعني تكون حوالي 10 ملايين 10 ملايين 10 ملايين يساعدوهم وأنهم طلب كما قلت لكم في الأول أنه يعزز اللي زاشا هذو هذو ما اللي زاشا هذو قدرهم نيدخلوهم هذو كوميرسان هذو قدرهم يبقى لهم هما ما حاش يخلصوا عليهم لطاكس ولا لزامبو يعني حتبقى ناكل لهم زائد المساعدات اللي راح يمدوها لهم اللي طايع يعني تقريبا حوالي 10 ملايين وثاني قال بليك شهر نوفمرا عند شهر الكنفينمون اللي طا هي اللي يعني تستكلف به والهدف كامل هذو ما وشاني نهضر هو أنه يغالنطي الانتشار تعال الفيروس وثاني قال أنه ما لازمش كامازون هو الواحد اللي يكون المستفاد ثاني أكثر من هذا الأزمان لأن الناس كامل تشريم الانترنت يعني هذو كامل هذو كامل الصغار صغار يعني راهم كما نقولوا يخسروا هما ثاني لازم هما راح يدير ينسيخ تنصهم تعدراهم باش يعاونهم هما ويطور لهم البيع عن طريق الانترنت المهم هذي كانت بالنسبة هذه الوشجار الوزير الاول وعفا وزير الاقتصاد اللي ان شاء الله راح يهضر الوزير الاول ويزيد يدير تصريحات يعني كما نقولوا ولي اوفيسيال وثاني ابتداءا من اليوم واحد نوفمبر كان ارتفاع في الغاز بالنسبة 1.6% وثاني ارتفاع في السجائر في السجائر راح تقريبا واحد سيكون عشرة اورو وثاني ارتفاع في الفخي بانكير يديروا كما نقولوا القروض وكامل هذا الماء راح يكون فيهم ارتفاع ابتداءا من هذا اليوم وثاني البارح رئيس الجمهورية عفوا رئيس فرنسا لانه كان اللي داروا لي ملاحظة ما تقوليش رئيس الجمهورية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرو هدر اوقع في الجزيرة مهم ولا خصوش قال يعني قال انه هو مهوش ضد الاسلام مهوش ضد المسلمين وقال انه في فرنسا يعني كان حرية التعبير سواء بالكلام ولا سواء بالكتابة ولا سواء بالرسومات يعني هذا من حق الفرنسيين انهم تكون عندهم هذا الحرية وانه هو مهوش ضد الاسلام واختار الجزيرة وعليش اختار الجزيرة اختار الجزيرة لانها هي القناة اللي يشوفوها كثر كثر من الناس من الناس العرب لانه انبغاء يوصل المساج للدول العربية ويقول لهم بلك انه هو مهوش ضد الاسلام ومهوش ضد المسلمين ديجا الشعب التاعوي فيه مسلمين فيه تقريبا عدد كبير من المسلمين وقال بليك على الحرية كما قلت لكم وثانية ما قلت لكم انه وزيرة الاقتصاد قال احتمال احتمال من شعاق الاثناش احتمال انتشار عدد الوافعي ويشوفو تمام يديرو كما قلو دي مزور جداد باش يشوفو يعني يشوفو هات المزور اسكو خرجت اذا ما خرجت عليهم يزيدو يزيدو حواج يزيدو حواج ويناقص حواج المهم هذا هي اخر دخول المدرسي دخول المدرسي موفق ان شاء الله كامل جميع الاطفال دخول المدرسي دخول المدرسي احتمال 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 تنزل احتمال لانه موفق حسنا ويشوفو يديرو اردو ومن المستحسن احتمال كما قلو حاجة تهوية اشتر تحرير غير الهدروج المسك يكون فيه مصدرات تهوية وهذا هو ثاني الدخلة ستكون عادة على ثمانية ومصف وشنو؟ ستكون للميديد السيلنس ستكون للميديد السيلنس لتبالي على الحداش وثاني وزير التعليم اكد انه لازم لازم للميديد السيلنس وهو وزير التربية مع الوزير الأول في زوجهم راح يروحوا لهذه المدرسة وين قتلوا هذك الأستاذ ساميو الباتي راح يكونوا ثمه باش يجاوبوا الأساتذة باش يكونوا يوقفوا مع العال الأساتذة وثاني يهضروا مع التالامين المهم هذه هي الفيديو تاليومه وهذا هو مختصر تاليوم جزبه الفيديو تاليومه عجبتكم إذا عجبتكم ما تنسونيش في جامعة بالتعليق ونقول لكم اشتركوا في روحتيكم يالا بخوشن فيديو مع أخبار وحدة أخرى سلام